هو الدنيات ومشي كده في الرياضة كما السياسة أصبحت السيناريوهات المفضوحة الموجهة ما بقيتش حد عايزي وشي كده على المكشوف في كل مباراة حاسمة للنادي الأهلي لابد أن يحدث جدل وتفضل لآخر وقت بتناقش عدالة التوقيت عدالة التحكيم في أثناء المباراة عدالة الحضور الجماهيري عدالة أنت عمال تخوض مواقف صعبة جدا فأنت لعبت البطولة دي عشان تبقى عارف هي بطولة اللي يمكن الاعتذار عنها سيبك فيها جواز مليئة وكل حد الدور الأفريقي الدور الأفريقي دي لكنها أول بطولة والأهل المصنف الأول والاتحادين الدولي والأفريقي متوسما للنادي الأهلي هو الكريزة البراء الروحة الكريزة فالاعتذار عن هذه البطولة ما كانش أمرا حكيما يعني فإحنا خذنا هذه البطولة فيها جواز نتمنى أن احنا ناخد نصبنا فيها لأنها مرتبطة بإنك كده بدخل الشيب طولة لا أريد استخدها أي ظروفة صعبة جدا جدا الأهلي مرق وتلاحم المواسم وأخد نشوات راحة موسم اللي فات بس علشان تاخد نفس تقدر تكمل بموسم يكاد يكون شبه مستحيي اللي جاي ده وديك شفت الإصابات المبكرة أعمال مستضاك إزاي وتمل إصاباتنا في فالذين هيتقلقوا طيب النهاردة لعبت مع سيمبة سفرت ورجعت لعبت وخدتها بأصعب سيناريو تجوزت الدور ده بأصعب سيناريو هل أصعب سيناريو لأن أنت كنت هناك صعوبات فنية هنناخش هذا الأمر ولكنها حدثت لو قلت السيناريو الأسوأ لصعود سيطلع هو ده الآن أنت تخود تخود مباراة سانداونز الكل طبعا يعلم أن سانداونز يعني هو الفريق الذي ألحق بالأهلي أثقل هزيمتين في بطولات أفريقيا لكن كمان مش معقول فرع كبير يا سانداون دي تلجأ إلى الحياة الغر يا ضي بص مرار عشان تحول دون أن تلاقيك بكامل جهزيتك أو كامل يعني ده مش فير بلايه أنك على طول بتلعبني الظهرية أنا كده بلعب الساعة اثنين يا جماعة مع التوقيت أنا كده هلعب الساعة اثنين بتوقيت مصر والساعة ثلاثة هناك مش كده أقول ليه تكلام لا يليق من فرع كبير ترجع ما فيش قال لي من هم 48 ساعة هتلعب تاني فسفر رايح جاي سفر ولكني أقول لك أستاذ أبراهيم أنا لا أتفائل بظروف السهلة ولا أريد أن يستغرقنا الأمر في الشكوى ومحاولة تغيير الواقع حنعتبر يا سيدي أن كل السيناريوهات عايزة تضع أمام الأهل العرقين لماذا؟ لأنه الكبير الذي سائموا من وجوده على منصات التتويج وفي ناس تانية عايزة تكسب بطولات وهو ده أزمتك المحلية أزمتك الإفريقية الحال من بعض ابتدوا يستقتروا عليك هذا الأمر فأنت بتتعرض لهذه الضغوط أحيانا تستطيع أن تواجهها وتتغلب عليها زي الموسم الماضي الموسم اللي قابليه دخلنا في ديلمة المشاكل والشكوى محاول حولة ما تحاولش تحل مشاكل أنا لها كل اللي بنطلبه بس وده الله نرى هذا التحكيم الفج الذي لا يتعامل غير على الآله كل ماتش ليك ضربات جزاء لا تحصل عليه والفرق التانية بتحصل على كل حقوق بسهولة شديدة جدا وأهداف ملغية كانت تستطيع أن تدخل من مباراتاي سيمبا وأنت مرتاح وفايز في الماتشين ما عندكش مشاكل هنتكلم برضو في تفاصيل هذه الأمور ولكني أقوله لك ما بقاش حد عايز يبرر حتى انحيازه هي كده هي كده ترجمة نانسي قنقر